اهلا وسهلا بحضراتكم كل المتابعين تلفزيون اليوم السابع في كل مكان مع هذه التغطية العاجلة وهنا نتحدث فيها حول خبر انقطاع المياه غدا عن بعض المناطق بالجيزة ولمدة 12 ساعة اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق المسابك عزبة المفتي مدينة السادات ارض الحداد شارع الاعتماد ومن فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل ومنطقة العروبة ومتفرعتها وامتداد المعهد الديني وامتداد سيدي عبدالعزيز وما بين منطقة العروبة والدائري نزلة القومية ومنطقة مسجد الخولي بالاضافة لمنطقة دائر الناحية ومنطقة متولي الشعراوي وشارع القومية العربية مرة اخرى كل هذه المناطق سوف تنقطع عنها المياه لمدة 12 ساعة وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق اربعة ستة الفين واحد وعشرين وحتى الثامنة من صباح يوم السبت الموافق خمسة ستة الفين واحد وعشرين وذكرت الشركة ان سبب الانقطاع هو طلب الهيئة القومية للانفاق باعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر الف ومتين متر مكعب المتعارض مع تنفيذ محطة متر الانفاق القومية وذلك ضمن المرحلة الثالثة لمتر انفاق القاهرة الكبرى وهابت الشركة باصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة واكدت انه هيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن مية خمسة وعشرين من التليفون الاردي خليني اعيد على حضراتكم مرة اخرى المناطق التي تنقطع بها المياه بداية من غدا الجمعة من الساعة الثامنة مساء وحتى الثامنة صباحا ليوم السبت علنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق المسابك عزبة المفتي مدينة السادات أرض الحداد شارع الاعتماد وبداية من فيلا مورجان حتى نقطة بشيل ومنطقة العروبة ومتفرعتها وبالاضافة لمنطقة امتداد المعهد الديني وامتداد سيدي عبد العزيز وما بين منطقة العروبة والدائري نزلة القومية ومنطقة مسجد الخولي ومنطقة داير الناحية ومنطقة متولي الشعراوي وشارع القومية العربية كل هذه المناطق سوف تنقطع عنها المياه لمدة 12 ساعة كانت هذه تغذيتنا حول خبر انقطاع المياه غدا عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة بشكر حضرتكم شكرا جزيلا على طيب المتابعة وانتظرونا في تغذيات أخرى على مدار اليوم إلى اللقاء